سنحاول ما نطولش عليكم في هذا الفيديو باش نوصل لكم واحد النقطة اللي هي خطيرة جدا وما كنتابعش لها بزاف دي السائقين سواء المبتدئين او المحترفين وهذا المسألة كتسبب في حوادث خطيرة عالطريق اهم حاجة هو تبرتجي هذا الفيديو لان الدلع الخير كفا عليه السلام عليكم تحياتي لكم جميعا متابعين الاوفياء كيكون السائق غادي ما به ما عليه حتى كنت تقلب به الطموبيل ربما العديد منكم من اللي كيكون غادي مصافر كيبال لك البقايا دي البنو في الطريق واحتلات راس ديالهم اليوم جيت نهضر لكم على الأسباب ديال انفجار الإطار المطاطي على الطريق كيف ما كتلاحظو هنا في هذا الإطار المطاطي كيبال لكم بأن هذا البنو حالة لباقي مزيان ولكن فيه واحد لعيب خطير يقدر يتسبب لنا في انفجار على الطريق إذا ركزنا مزيان كان واحد دريبات في الجناب دياله كيكون السبب دياله هو مليكي ستاسيوني سائق مع التروطوار بعد خطرات كيكون شي حجراء صغيرة مكتبينش او لا كيكون الزاج مهرز في الجناب ديال التروطوار الشي اللي كيخلي البنو يتجرح وما كتردش لي البال تكتوقع الكاريتة لا قدر الله مليكي تكون غادي مسافر غادي بسرعة كبيرة سرعة 100 أو 120 كم في الساعة والمسافة طويلة كيسخل البنو ويقدر ينفجر من بين الأسباب الأخرى اللي كتسبب في انفجار الإطار المطاطي هو مليكي ستاسيوني سائق مع التروطوار كيحاول أنه يجي قريب بزاف التروطوار حتى كيتقاسها ذاك البنو مع التروطوار مع المدة كيبقيت كال ذاك البنو من الجناب وهذا تهو من الأسباب اللي كتسبب في انفجار نحن مليكي نبغي نستاسيوني بعد التروطوار نحاول نخلي واحد المسافة أقل المسافة 20 سنتيمتر تقريبا منها البنوات كيبقوا مزيانين ومنها كيل قاعة من النظافة منين يدوز الش طابق إذا لقيت هذه المشكلة في البنوات ديالك خستك تبدلهم في أقرب وقت وخيكونوا باقين جداد لأن الحياة أغلى منهم اشتركوا في القناة